خفض عجز الميزانية إلى قرابة الصفر وزيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي هي أبرز بنود مشروع البيت الأبيض لموازنة العام المقبل ومشروع الموازنة المقترح يخصص ما يزيد على 740 مليار دولار لميزانية الدفاع بعد محطة أولى في آيوا الديمقراطيون ينتخبون غدا مرشحيهم المحتملين للانتخابات الرئاسية في المحطة الثانية في نيوهامشير منتصف الليل بتوقيت جرينيش السابع مساء بتوقيت واشنطن من العاصبة تحليل ونقاش لإخبار أمريكا والعالم أهلا بكم إذن أرسل البيت الأبيض مشروع الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المقبلة بقيمة أربعة تريليونات وثمانمائة مليار دولار إلى الكونغرس وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقترحات الإنفاق الجديدة تهدف إلى خفض عجل الميزانية إلى قرابة الصفر مع الحرص على زيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي يأتي ذلك فيما وعد الديمقراطيون بمعركة شرسة على مشروع هذه الموازنة بتخفيضات في تمويل المساعدة الأجنبية وبرامج اجتماعية مقابل زيادة في الانفاق الدفاعي يحدد مشروع الميزانية الفيدرالية الجديد أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالية في حال فوزه بولاية ثانية لقد وضعنا خطة تهدف إلى خفض عجل الميزانية إلى ما ينبغي أن يكون عليه وهو ما يقارب الصفر وسينبهر الناس بذلك لن نمسى برامج الرعاية الصحية وصندوق الضمان الاجتماعي وسنجعل بلادنا قوية وعلى غرار خطته المالية السابقة يقترح ترامب رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى أكثر من 740 مليار دولار وخفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 5% ليصل إلى 590 مليار دولار في السنة المالية لعام 2021 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل كما يقترح خفض المساعدات الأجنبية بنسبة 21% ولمواصلة بناء جدار حدودين مع المكسيك طلب ترامب ملياري دولار إضافية وخصص زيادة بنسبة 12% في تمويل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لدعم مشروع طموح لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر خلال أربع سنوات رد رئيسة مجلس النواب نانسي بولوسيا السريع على مقترحات ترامب التي وصفتها في بيان باقتطاعات وحشية من تمويل برامج اجتماعية ينذر بمعركة سياسية شرسة حول الميزانية الفيدرالية في الكونغرس مشروع الميزانية هذا مقترح لسنة انتخابية ويفتقر إلى روح التعاطف والديمقراطيون في الكونغرس لن يقبلوا به لأنه يقططع من برامج الضمان الاجتماعي وسوف يؤذي الناس والبيئة والمساعدات الأجنبية ولا يستبعد خبراء أن يحاول الديمقراطيون تأجيل التصويت على مشروع الميزانية إلى مبعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل والاكتفاء بتمويل الحكومة الفيدرالية بمخصصات مؤقتة مشروع الميزانية هذا يبقى مجرد مقترحات تعكس أولويات البيت الأبيض فيما تبقى الكلمة الأخيرة للكونغرس حيث يتوقع أن تتغير ملامحه وسط انقسامات سياسية حادة وحملات انتخابية محمومة هي شامورار الحرة البيت الأبيض وكما يخصص مشروع الموازنة الأمريكية هذا المقترح لعام 2021 ما يزيد على 740 مليار دولار لميزانية الدفاع وتعتبر هذه الحصة هي الأكبر في مشروع الموازنة المقترح تهدف إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية للجيش الأمريكي وتحديث الترسانة النووية مشروع الموازنة الدفاعية للسنة المقبلة يطالب بتخصيص 28 ملياراً وتسعمائة مليون دولار لتطوير الترسانة النووية وأكثر من 19 ملياراً وثمانمائة مليون دولار لقضايا الدفاع الوطني النووي نحن في حاجة طريقة لتحديث ترسانتنا النووية ومواجهة طبيعة حروب المستقبل والمنافسة المتنامية من بكين وموسكو مشروع موازنة البنتاجون الذي حظي بالحصة الأكبر من مجموع الأموال الفيدرالية طالب باستحداث برامج تسلح نظامية ذات طابع استراتيجي كأنظمة الدفاع الصاروخي والصواريخ الباليستية الذكية والدفاع السيبراني وهي كلها تصب في إطار مواجهة تهديد دول تقليدية هذه الموازنة تتضمن استثمارات هي الأولى منذ نحو سبعين عاما وهي تطور قدرات فضائية من أجل حماية أمننا القومي ومع أعلان الإدارة الأمريكية مشروع التمويل والإنفاق العسكري للسنة المقبلة تبقى أمام الكونغرس مهمة إقرار هذه الموازنة قبل بدء مفعولها الرسمي في 21 أكتوبر المقبل من واشنطن جو تابت الحرة ولمناقشة مشروع الموازنة معنا من نيومكسيكو عبر شبكة سكايب الخبير الاقتصادي الأستاذ غيري هافباور أستاذ غيري يعني الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض أعلن هذه الموازنة بقيمة 4.8 تريليون دولار يتضمن قائمة مألوفة من التخفضات العميقة في مساعدة مثلا القرود الطلابية وجهود الإسكان الميسورة وتوابع الغذاء وأيضا الرعاية الصحية إلى أي ماذا بذلك يعكس ذلك جهود الرئيس ترامب الانتخابية لمواصلة تقليص شبكة الأمان الذي يتحدث عنها عادة الأمريكيون تقريركم كان جيدا جدا والطريقة التي لخصتم بها الموضوع لا يوجد رئيس أرسل ميزانية إلى الكونغرس وتم قبولها في آخر أربعين عاما آخر رئيس كان الرئيس ريغان وكان هذا قبل حوالي أربعين عاما إذن هذه الميزانية كما قلتم وبحق هي ميزانية حملة انتخابية وهي تظهر أين قيم الرئيس ترامب وما يريد أن يؤكد عليه في الجدل السياسي خلال ما تبقى من هذا العام وبالطبع وكما قلتم بحق الديمقراطيون لهم وجهة نظر مختلفة بشأن أولويات الإنفاق سيكون هناك صدام كبير بين الرئيس وبين مجلس النواب وهو يسيطر عليه الديمقراطيون حول هذه الميزانية معظم هذا العام وكما قلتم ربما لن يقبلوا ويعتمدوا الميزانية بحلول الأول من أكتوبر وهي بداية السنة المالية وإنما سيكون هناك قرارات للإبقاء على مصاريف الحكومة لحين الانتخابات إذن هذه ميزانية سياسية وهذا ما يحدث عندما تكون هناك حملات انتخابية أستاذ هافباور قلت بأن سيكون هناك صدام كبير بين الديمقراطيين في مجلس النواب والرئيس الأمريكي وحتى الجمهوريين الموافقة على هذه الموازنة وقلت بأن الموازنة هي موازنة سياسية طبعا الاقتراح يتضمن انفاقا إضافيا على الجيش والدفاع الوطني وانفاذ الحدود إلى جانب أموال المخصصة لقدامى المحاربين هذه الميزانية سياسية هل تخدم المرشحين والحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في هذه السنة الانتخابية أم أنها لن تكون موازنة تخدم مصالح الشعب الأمريكي أعتقد أن هناك الكثير من الأمريكيين الذين يعتقدون أن القلق الرئيسي للولايات المتحدة الآن هي المنافسة مع الصين وثانيا المنافسة مع روسيا وبالتالي الكثير من الأمريكيين سيرحبون بتأكيده على الدفاع كي نضع الأمور في إطارها هو طلب 740 مليار دولار للدفاع في السنة المالية 2021 وهذه نسبة مئوية عالية من الناتج القومي العام قد لا يكون الرقم عاليا خلال فترة حروب ولكن هذا أكثر مما كنا ننفقه مؤخرا وكما قلت الرئيس ترامب يرحب بموازنة هذا مع تخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي وهذا لا يحظى بالشعبية لدى الديمقراطيين إذن هذه المعركة الأيديولوجية الكبرى وتخميني وهو عبارة عن تخمين هو أن حوالي نصف الأمريكيين سيتفقون مع الرئيس ترامب ومع أولوياته والنصف الآخر سيتفق مع أولويات الديمقراطيين إذن هناك نوع من التوازن من ناحية المواقف السياسية تجاه هذه الميزانية أستاذ غيري أني تحدثت عن هذا القلق الكبير أو الرئيسي عند الإدارة الأمريكية لناحية ما تقوم به الصين وحتى روسيا من أعمال عسكرية وسيبرانية ولكن هنا أريد أن أسأل إلى أي مدى أو إلى أي حد تعتبر هذه الميزانية تعكس أولويات كما قلت الأولويات التابعة لهذه الإدارة الأمريكية من الناحية العسكرية ولكن كيف ممكن تبرير التقليل في قطاع التعليم مثلا والبيئة خصوصا بأن الرئيس الأمريكي كان قال بأنه سيتميز عن بقية المرشحين عام 2015 و2016 عن بقية المرشحين الجمهورين بأنه لن يقطع هذه الاستحقاقات لا أريد أن أبدو كمدافع عن الرئيس ترامب ولكن دعني أشرح بالنسبة للتخفضات في شبكة الأمان الاجتماعي هو لم يكن له أي تأثير كبير على البرامج مثل برنامج الرعاية الصحية للمسنين الناس أكبر من 65 سنة كذلك لم تكن هناك تخفضات في الضمان الاجتماعي وهو المبلغ الذي يذهب للمتقاعدين هذه البرامج يبدو أنها محبثة لدى المسنين وهي محمية ولكن ما فعله الرئيس وبطريقة كبيرة هي تخفيض الكثير من المساعدات الطبية للفقراء وما يريد عمله هو أن يتطلب من الناس الذين يحصلون على الرعاية الطبية أن يبذلوا مجهودا للحصول على وظائف وبالتالي هو ضيق من المتطلبات الخاصة بالاستحقاق هذا لن يؤثر على ناخبي ترامب هنا تخفيضات كبيرة هناك تخفيضات أخرى خاصة بقروض الطلاب مرة أخرى لا أعتقد أن الرئيس ترامب يتوقع أن يحصل على الكثير من الأصوات من الشبان الذين يحصلون على قروض طلابية الديمقراطيون هم الذين يحصلون على أصوات هؤلاء إذن مرة أخرى هو لا يؤثر على قاعدته الانتخابية بالنسبة لحماية البيئة تعرف أن الرئيس ترامب لا يؤمن بأن البشر هم المسؤولين عن التغير المناخي وبالتالي هو لا يؤمن كثيرا بوكالة حماية البيئة وفي الواقع هو يعتقد أن الكثير من لوائحها عملت على إبطاء الاقتصاد وبالتالي قام بالتخفيض إذن هو يخفض في مجالات لا تؤثر على داعمه السياسيين الديمقراطيون من ناحية أخرى سيدافعون عن هذه المجالات وأنا لا أعتقد أن هذه التخفيضات ستحدث سؤال أخير أستاذ هافباور هناك تحاليل اقتصادية بعد أن صدرت هذه الموازنة تقول بأن ميزانية الرئيس ترامب لا تقدر القضاء على العجز حتى عام 2035 ولا ممكن أن نصل إلى هناك إلا من خلال الافتراضات الوردية بشأن النمو الاقتصادي فكيف ترى هذه التحليلات؟ أنا أتفق مع هؤلاء الاقتصاديين وأنا أحدهم لا يمكن لهذه الميزانية أو في الواقع أي ميزانية أخرى يقترحها الديمقراطيون حتى لو انتخب ديمقراطي في نوفمبر لا يمكن أن تخفض العجز وهو حوالي تريليون دولار سنويا أن يتم التخفيض في السنوات القادمة هذه ليست في الأوراق السياسية هناك ميزانية بحوالي 4.8 تريليون دولار وهناك 3.8 تريليون هي من الضرائب لا أعتقد أن هذا سيتغير ولا أعتقد أن العجز سينخفض وبالتالي الديون وهي تراكم العجز ستزداد بالنسبة للناتج القومي العام الأمريكي وهو في نطاق 75% وسيصل إلى نطاق 90% في تقديراتي في العشر سنوات القادمة نعم الخبير الاقتصادي من نيومكسيكو شكرا جزيلا لمدخلتك وليوجودك معنا ضمن العاصمة بعد محطة أولى في آيوا الديمقراطيين ينتخبون أثلتاء مرشحيهم المحتملين للانتخابات الرئاسية في المحطة الثانية في نيوهامشير بعد الفاصل نرحب بكم من جديد من العاصمة وفي جزئها الأول تناولنا طبعا مشروع البيت الأبيض لموازنة عام 2021 وضمنه خفض عجز الميزانية إلى قرابة الصفر وزيادة الميزانية ميزانية الإنفاق الدفاعي ونتحدث عن إنفاق الدفاع أيضا وأن مشروع الموازنة تطرقنا إليه وكان مقترحا الذي أسأله البيت الأبيض إلى الكونغرس خصص ما يزيد على 740 مليار دولار لميزانية الدفاع أما لاحقا مشاهدين فسنتابع من نيوهامشير الديمقراطيون انتخبون الثلاثاء مرشحهم المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في المحطة الثانية في ولاد نيوهامشير بعد محطة أولى في آيوا إذن يواصل المتنافسون الرئيسيون على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل حملاتهم للفوز في الانتخابات التمهيدية التي يعقدها الحزب في ولاد نيوهامشير وتعد انتخابات نيوهامشير حاسمة لكبار المرشحين في الحزب الديمقراطي بعد التقدم المفاجئ وغير المتوقع الذي أحرزه المرشح الشاب بيت بوتيتج عليهم جميعا في الجولة الأولى لانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية آيوا هزيمة أخرى في نيوهامشير ستصاعب على المرشحين الأبرز كبايدن وساندرز وورين مهمتهم في جولات الولايات التالية فلنتابع ولمتابعة هذا الموضوع معنا من نيوهامشير مراسلنا رابح فلالي لطبعا الحديث عن الانتخابات التمهيدية رابح يعني بعد إذا أمكن القول بعد الفوضى في آيوا أصبحت المرحلة الابتدائية التالية هي الحاسمة في نيوهامشير ما هي آخر التوقعات خصوصا لساندرز وبوتدج أعتقد أنني لا أسمع أعتقد بأن المشاهدين أيضا يسمعون رابح سنتوقف رابح للتقرير ثم نعود إليك هم يفعلون ذلك تلك المقولة في السياسة الأمريكية أن خسارة انتخابات آيوا لا تعني الكارتة ولأجل العودة إلى صدارة السباق لا يترك المرشحون الخمسة البارزون مكانا للصدفة يطرقون أبواب البيوت يجلسون مع العائلات يقصدون المطاعم ويتحدثون إلى سكان نيوهامشير لأن الفوز هنا كفيل بإعادة تصحيح المصار الاقتصاد الذي نعنيه هو الاقتصاد الذي يرأي حاجات كل الأمريكيين وأولها الرعاية الصحية التي يجب أن تكون متاحة للجميع في تاريخ الحزب الديمقراطي تلك العودة الشهيرة للرئيس السابق بيل كلينتون عندما خسر العام 92 في أيوة وعاد للفوز في نيوهامشير ليكون المرشح النهائي وبدرجة أقل المرشح هيلاري كلينتون العام 2008 مما أبقها في السباق إلى غاية الجولة الأخيرة ضد باراك أوباما وكذلك ما حصل مع المرشح بيرني سندرس ضد هيلاري في الانتخابات الأخيرة وإن لم يفز بترشيح الحزب حينها في أغلب فترات حياتي كنت دائمة الانتصار في تحديات ليس من الممكن التفكير في الفوز بها وسأظل كذلك هذه المرة يبدو المرشحون المفضلون في وضع غير مريح بالمرة أمام تلك المفاجأة التي أحدثها في أيوة بيت بودجاج وهو الذي يتهمه منافسوه بقلة الخبرة وبأنه لا يستند سوى على تجربة عمدة مدينة صغيرة الحجم سكانياً ومالياً في ميزانيتها في ولاية انديانا في حين يبدو هو من جانبه واتقاً من قدرته على حشد المزيد من التأييد في نيوهامشر أحتاج إلى أصواتكم لأن في ذلك انتصاراً حقيقياً لرغبتنا في القضاء على كل ما هو غير نافع وبلا معنى ومتطرف في سياساتنا يقول المتفائلون من مؤيدي المرشحين الآخرين أن أيوة ونيوهامشر تتشكلان من تركيبة سكانية واحدة بـ 95% من البيض وـ 1% من الأمريكيين الأفارقة ومثل ذلك من الأقلية اللاتينية ولذلك فإن الرهان سيكون أكثر على الولايات القادمة ومنها الصوت كارولاينا بتنوعها العرقي ونفاضة في انتظار التلتاء الكبير مطلع الشهر المقبل والذي سيكون حينها حاسماً وبصورة جيدة في رسم ملامح هذا السباق لكن وإلى غاية ذلك سيكون على المرشحين إقناع المانحين بجدوى الاستمرار في سباق لا يبدو في صالحهم إذا استطعنا الفوز هنا وبمساعدتكم يمكننا ذلك سيكون بإمكاننا الفوز في نيفادا وسوث كارولاينا وكاليفورنيا سيكون من الصعب على هؤلاء تقبل خسارة تانية هنا في نيوهامشير ليس الأمر على هذا المستوى فقط بل على تلك المخاوف التي تتعلق بخسارة ولايتين رئيسيتين في مصاري الانتخابات الطويل ربما قد يكون سبباً لرهن حضوضهم في الانتخابات العامة ولكن قبل ذلك الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بهذه الانتخابات وفي التاريخ ما يكفي من الدلائل رابح فلالي الحرة نيوهامشير نعود مجدداً إلى مراسلنا رابح فلالي من نيوهامشير الذي يتابع الانتخابات التمهيدية إذن رابح ما هي الحضوض؟ هل فعلاً كما قلت في التقرير بأن النسب الديمقراطية هناك لا تعكس ما ممكن أن يغير الخريطة والنسبة التي حصلها كولمن ساندرز وبورجيج بالفعل جو دعني أشير إلى حقيقتين مهمتين من الناحية التاريخية سيكون من الصعب جداً على أي مرشح يكون المرشح للحزب للانتخابات العامة دون الفوز بإحدى الولايتين أيوه أو نيوهامشير هكذا هو مصار التاريخ بشكل عام لكن بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين الباريزين الآن هنا في نيوهامشير الذين تحدثنا إليهم خلال أيام وجودنا هنا يقولون أنهم في انتظار الولايات الحاسمة أي بتعبير آخر ينتظرون دخول السباق إلى الولايات المتعددة والمتنوعة عرقياً وهم يقولون بذلك أن هذه الولايات التي تشكل القاعدة الحقيقية للحزب الديمقراطي وبالتالي أن الخسارة هنا في نيوهامشير أو قبلها في آيوا يمكن ممكن التدارك في المرحلة القادمة خاصة وأن بعد نيوهامشير ومباشرة سوف يتم الاتجاه لولايات أخرى تسكنها أغلبي أو فيها قطاع واسع من الأمريكيين الأفارقة التي يراهن عليها بشكل خاص مثلاً المرشح بايداً ويعتقد أنها فرصته لإعادة البريق لحملته التي تلقت ضربة موجعة في ولاية آيوا والآن يتوقع أيضاً أن لا تكون الأمور في صالحها هنا في نيوهامشير في الساعات القادمة بالنسبة لبودجاج بودجاج مثلاً الذي شكل مفاجأة حقيقية في آيوا والذي فاجأة بقية المرشحين هو يعتقد أنه أخذ الزخم الذي يكفيه الآن لمواصلة السباق خاصة خاصة على ذلك المستوى المتعلق بجمع التبرعات باستثناء برني ساندرس كما تعرف جو بقية المرشحين في الحزب الديمقراطي أمامهم هذا التحدي وهو جمع التبرعات الكافية قصد الوصول إلى التلتاء الممتاز الذي حينها سوف يكون على جميع المرشحين الديمقراطيين خوض انتخابات واسعة في أكثر من عشرة ولايات معنية بهذه الانتخابات ولذلك بالنسبة للجميع الفوز في آيوا وبعدها نيوهامشر هو ليس فقط على مستوى الحساب الخريطة الانتخابية ولكن هناك حساب آخر يتعلق بالقدرة على تمويل بقية الحملة الانتخابية وخاصة في مدى تقديم المزيد من حماس المتبرعين وهي الجبهة التي يبدو أن ساندرس هو الوحيد المرتاح بصددها بالنظر أنه الوحيد من بين المرشحين الذين استطاعوا الوصول إلى نعم اللافت أنك ذكرت قدرة تمويل الحملة الانتخابية العديد من المحللين والاستراتيجيين الجمهورين المخضرمين يقولون بأن المال سوف يربح المجال والمال يتبع النتائج وبالتالي هنا أريد أن أسأل إلى أي مدى تخسر أو تخف حماسة المتبرعين من الشعب الأمريكي أو من المنتخبين عندما تكون نتائج مثل نتائج بايدن قليلة جدا أو متراجعة بالفعل جو إذا تحدثنا عن حملة جو بايدن هذا هو السؤال الكبير الذي تواجهه الآن هل يمكن أن يستمر زخم التبرع في الأيام القادمة وهناك سؤال آخر هل يمكن للمتبرعين الاستمرار في تقديم التبرعات في حملة لا تبدو أنها تقدم المؤشرات الإيجابية هذا سؤال آخر هناك لقطة أخرى جو هي من الأهمية بمكان ويتعلق بحسابات التلتاء الكبير جميعنا نعرف أن التلتاء الكبير سوف يشهد دخول منافس آخر من الحزب الديمقراطي على خط السباق وبلومبرغ بلومبرغ الذي حتى الآن يجوف الحسابات نعم هم جمع أو صرف من الأموال ما صرفه الحزب الديمقراطي والجمهوري حتى الآن على حملته الانتخابية وبالتالي هناك سؤال آخر إذا كان الديمقراطيون الآخرون حتى هذه اللحظة لا يستطيعون تأمين الاستمرار وتأمين حماسة الناخبين والمتبرعين فسيف يكون الوضع بعد دخول بلومبرغ السباق وبعد الوصول إلى التلتاء الكبير هذا سؤال كبير بنسبة للتمويل أيضا هذا سؤال كبير الآن يتيره بورني ساندرس هنا في نيوهامشير منذ اليومين الماضيين عندما يتهم المنافس المباشر الجديد في السباق بودجاج بالقول أنه يعتمد على تمويل الممويلين الكبار في إشارة إلى أن حملة بودجاج لجأت إلى بعض أصحاب رؤوس الأموال وهو الأمر الذي يعتقد ساندر ويدافع بقوة على أنه له تأثير سلبي ومباشر على العملية السياسية في الولايات المتحدة بالكامل وليس الانتخابات ويقول أنه هو الوحيد الذي يلتزم بالاعتماد على تمويل ناخبه ويقول أيضا أنه هو الوحيد الذي استطاع جمع مبلغ 25 مليون دولار طبعا ستكون ربح معنا يوم غد خلال ما سيحدث مباشرة سنكون معك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وعلى هذه المعلومات من نيوهامبشير نشرت صحيفة The Washington Post مقالا عن تنظيم داعش في أفغانستان قالت فيه أنه بعد أربع سنوات من العمليات العسكرية والغارات الجوية المكثفة للقوات الأمريكية على معاقل التنظيم في المناطق الجبلية الشرقية لبلاد دحر التنظيم الإرهابي وأكد المقال في المقابل أنه لم يتم القضاء على قيادات التنظيم إذ أن العديد منهم تمكنوا من الفرار نحو المناطق الحدودية مع باكستان وأشار المقال أيضا إلى أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها داعش في أفغانستان إلا أن هناك مخاوف من أن يعيد المقاتلون الفارون من التنظيم صفوفهم وتشكيل خلايا جديدة في المنطقة تمنح شركة أمريكية ناشئة ومقرها تكسز بائنها طريقة فريدة في نوعها لإحياء ذكر أحبائهم المتوفين وذلك من خلال تحويل رمادهم المحروق إلى الماس ويحتوي رماد الإنسان وحتى الحيوانات الأليفة على الكربون وهو المادة الأولية لزرع الماس في المختبر من الغبار إلى الماس هذا هو عمل هذه الشركة الناشئة التي تقوم بتحويل رماد الموت المحروق إلى جواهر متلألئة كان لدي في هذه الحياة فقط كلبة كلوي ولسنوات لكنها تركت أثرا كبيرا في حياتي بالنسبة لدوري هيرمان فتح قرار تبني كلبتها كلوي بابا واسعا لدخول عالم محبي الكلاب وقد ألهمها ذلك للعمل الخيري الذي تقوم به اليوم لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل من هذا للاحتفاظ بحيوانك الأليف معك إنه نوع من تكريم ذكراه بطريقة جميلة بدلا من ترك رماده على أحد الرفوف في مكان ما وقد أصبحت هذه العملية ممكنة من خلال شركة ناشئة لزرع الماس في المختبر الذي يدعى إيتورنيفا في الواقع نحن نستخرج الكربون من الرماد أو الشعر ويمكننا أن نستعمل الشعر أو الفراء ومع ذلك نزرع الماس كانت إديل أرشير تعمل بالفعل في صناعة ألماسي المزروع في المختبر عندما توفيت صديقتها ومرشدتها في هذا المجال كانت ترايسي أمي الثانية أعني كانت واحدة من أقرب الناس لي في الحياة وهكذا تلقيت بعضا من رمادها وكنت أعمل معالم متخصص في الألماس الذي أكد لي إمكانية استخراج الكربون من رماد ترايسي وساعدني على زرع ماسة من ذلك الكربون تقول أديل إن الزبائن ينفقون في المتوسط ما بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار على الماسة الواحدة إنها طريقة بالنسبة لي لنظر إلى كلوي والابتسام لها بنفس الطريقة عندما كانت معي لن يكون أمرا محزنا على الإطلاق ستكون كلوي معي هنا إنها تعيش للأبد بالنسبة للبعض يبدو أن القيمة العاطفية لا تقدر بثمن تتسبب التغيرات المناخية في صعوبة إجراء الأحصاء السكاني في ألسكا حيث يتعين وفقا للدستور أن يبدأ في يناير لكن انصهار الجليد يزيد في صعوبة الحركة في عدد من القرى النائية في ألسكا التي يبدأ فيها التعداد الذي يجري كل عشر سنوات قبل شهور من انطلاقه على مستوى الولايات المتحدة وتشهد ألسكا ارتفاعا في درجات الحرارة في وطيرة أسرع من الولايات الأخرى وبضعف معدلاته العالمية يشهد مطعم في إحدى مدن ولاية برجينيا إقبالا من العائلات التي تقصده ليس للإسمتاع بوجبات عشاء مميزة فحسب ما لأنه يقدم خدمات خاصة لكبار السن خصوصا المصابين منهم بمرض الخرف هذا الملسق لنجم البحر الصغير هو ليس مجرد ديكور بل هو علامة هذا المطعم الذي يستقبل كبار السن المصابين بمرض الخرف وكل من يعمل بالمكان يعرف كيفية التعامل مع هذه الفئة من الزبائن كنت أشعر بالفزع من مدى صعوبة إخذ شخص مريض بالخرف حتى في مراحله المبكرة إلى المطعم وهو يريد الاحتكاة بالناس والآن أصبحت هذه عائلتي يجب أن يتغير هذا الوضع وفقا لدراسة الاتجاهات الوطنية للصحة والشيخوخة يبقى أكثر من سبعين بالمئة من الأشخاص المصابين بالخرف في المنازل لكن القضية لا تكمن في حالة هؤلاء الأشخاص بل في معرفة كيفية معاملتهم في الأماكن العامة أحياناً أتحدث في العديد من ورش العمل بالكنائس ويأتي أحدهم ليخبرني بأن جارته تعاني من الخرف وهذه أول خطوة لإبلاغ عن أي شخص يعاني من هذه الحالة فلا يجب أن تخبر عن مرضهم ثم تهرب منهم ولتوعية الناس بهذه الحالة التي تصيب كبار السن قررت توني وزملاؤها البدء بالمطاعم وقد كان مطعم فيرجينيا كيتشن من بين المطاعم الأولى التي رحبت بالعمل مع منظمتها من الصعب التعميم لكن دعونا نكون صديقين كل واحد منا لديه أحد أفراد أسرته أو صديق يعاني من هذه الحالة التي أصبحت أكثر شيوعاً في مجتمعنا وأعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة ما ليشمل هذا الأمر جميع جوانب الحياة إن زيادة الوعي باحتمال الإصابة بالخرف لدى كبار السن تعتبر أمراً حيوياً فالدراسات الحديثة تتوقع أن يصل عدد الأشخاص المصابين بالمرض في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 75 مليون شخص بحلول عام 2030 ولتفادي مرض الخرف ينصح المختصون بالنشاط الذهني والبدني المستمر كالرقص مثلاً الذي تمارسه يومياً توني رينهارت مع أصدقائها وعائلتها إذن هذه كانت أخبارنا من العاصمة لهذه الليلة الزمير الرؤوف يلقاكم على رأس الساعة مع نشرة الحرة الآن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر